ورسلنا نضال كنعني في القدس يتابعا كثب كل المواقف الإسرائيلية نضال كيف يبدو وقع الضغوطات الدولية على هذه المواقف خلال الساعة الماضية نعم شنطال أولا بالنسبة لإسرائيل هناك الدول الصديقة وهناك الدول التي باتت تعتبرها إسرائيل عدوة اليوم قبل قليل كانت هناك محادثة هاتفية بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي في موضوع هذه المحادثة ممكن أن نستدل عليه من اللقاءات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أولا قضية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعزيزها فتح أنبوب المياه لقطاع غزة واليوم دخلت أكثر من خمسين شاحنة والهدف هو الوصول إلى مائة شاحنة يوميا بضغوط أمريكية أيضا قضية التمييز بين المدنيين والمقاتلين في قطاع غزة الولايات المتحدة بدأت تضغط على إسرائيل بسبب الأعداد المرتفعة للقتل في القطاع وتصرفات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية نحو 120 قتيلا في الضفة الغربية منذ بدء هذه الحرب وبالتالي الولايات المتحدة تضغط في هذا الشأن إسرائيل من جهة تقضع للضغوط الأمريكية ومن جهة مرتاحة جدا للوجود الأمريكي في المنطقة وفقا لبعض المصادر الآن هناك نحو 73 سفينة حربية لحلف النيتو موجودة في المتوسط وبالنسبة لإسرائيل هذا دعم لا يستهان به خاصة في الجبهة الشمالية وردع الجبهة الشمالية التي بدأت تسخن أكثر فأكثر اليوم شهدنا تصعيدا على الجبهة الشمالية من لبنان إطلاق صواريخ إلى نهرية إلى الجليل الأعلى لكن إلى المستوطنات البعيدة عن الحدود وبالنسبة لإسرائيل الآن هي في فترة حارجة جدا وتتخوف من فتح الجبهة الشمالية ولذلك الرادع الأمريكي مطلوب الآن أيضا من المفترض أن يبدأ بعد دقائق اجتماع للكابينت الإسرائيلي هناك عدم رضا لدى الكثير من الوزراء حول الخطوات التي تقدمها إسرائيل والتنازلات للولايات المتحدة وإدخال المعونات إلى قطاع غزة هناك عدم رضا وهناك عدم رضا أيضا بسبب إقصاء الكابينت الإسرائيلي عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بالجهة الثانية رأينا اليوم استدعاء السفير الروسي للإحتجاج في إسرائيل أولا على استضافة وفد حماس وثانيا بسبب عدم وجود أي إدانة روسية لحركة حماس بالنسبة لإسرائيل هذا أمر خطير لكن إسرائيل باتت على الأغلب تضع روسيا في التحالف المضاد لها التحالف الإيراني وحلفاء إيران في المنطقة اليوم باتت إسرائيل إلى حد كبير تضع روسيا ضمن هذا التحالف وهي تتحدث منذ أشهر حتى قبل الحرب عن التقارب الروسي الإيراني ومدى خطورته على إسرائيل لكن في المقابل إسرائيل ما زالت تقصف في سوريا دون تدخل روسي ربما هذا قد يتغير في الفترة القادمة هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للأمن الاستراتيجي الإسرائيلي هناك أيضا قضايا مهمة الآن تدرس من قبل الكابينيت الإسرائيلي وهي العملية البرية في قطاع غزة في اليومين الأخيرين هناك توسيع كبير للعملية البرية في قطاع غزة ما شاهدناه في اليومين الأولين كان البداية الآن هناك قوات كبيرة لإسرائيل موجودة على الأرض داخل قطاع غزة هناك الكثير من التعتيم الإسرائيلي لكن في هذه الأثناء هناك قوات إسرائيلية تتوجه جنوبا نحو مدينة غزة على طريق الشاطئ وهناك قوات أخرى تتحرك شرقا التعتيم الإسرائيلي أولا يهدف لإبقاء الصورة بعيدة عن قيادات حركة حماس لكن الأهم بعيدا عن الرأي العام العالمي وعن الجبهة الشمالية من أجل عدم إحراج ربما حزب الله واضطراره إلى الدخول في هذه المعركة لكن على الأقل سنشهد تصعيدا في هذا الاتجاه في الأيام القادمة وربما نرى قوات إسرائيلية تصل إلى مدينة غزة شكرا لك نضال كانعني مرسلنا من القدس